هذه أبرز العناوين الرقراغي مهاجمون يحتاجون القليل من الوقت وأفضل أن يأتوا من أنديتهم بثقة أكبر على أن يأتوا بالشك خبر عجل النصر السعودي يقدم عرضا ضخما للتعاقد مع سفيا رحيميا وليد رقراغي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني من دون مفاجآت لمباراة زامبيا والكونغو برازفيل ضمن تصفية كأس العالم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الرقراغي مهاجمون يحتاجون القليل من الوقت وأفضل أن يأتوا من أنديتهم بثقة أكبر على أن يأتوا بالشك تحدث وليد رقراغي مدرب المنتخب المغربي عن إشكالية العقم الهجومية التي أصبت النخبة الوطنية مؤكدا أنه سيعمل على حل المشكلة رفقة طاقمه الفنية وقال رقراغي في ندوة الصعفية المخاصة للكشف عن قائمة المنتخب المغربي المنتخبات ليست مثل الأندية ولديهم تدارب مثالية ونحن يأتي اللاعبون في خمسة أيام للعب مع الزياش والآخرين ووصل لهذا نلعب مبارية وذية من أجل خلق التجانس وأنا جد متفائل وأكمل الكعب وانصير تألقهما مسألة ثقاء فهما من أفضل مهاجمين ويحتاجون بعض الوقت وانصير أظهر ذلك في حين أتبس الكعب ذلك مع المحليين وتابع أفضل أن يأتي مهاجمون بثقة من أندياتهم على أن يأتوا بالشك ولم يكن لدي شك على عدم توفرنا على مهاجمين جيدين فقط في الأندية يتدربون دائما ومهمة أن أجعلهم في المستوى وستجرى مبارة المنتخب أمام الزنبيا بالملعب الكبير لأغادير في السابع من يونيو القادم إن شاء الله على الساعة الثمين مساء وسيأخذ رفق زياش المباراة الثانية بملعب الشهداء بمدينة كينشراسة بالكونغو الديمقراطية في الحادي عشر من نفس الشهر خبر عاجل النصر السعودي يقدم عرضا ضخما للتعاقد مع سفيا رحمي تألق النجم المغربي سفيا رحمي مهاجم فريق العين الإماراتي بشكل لافت في دور عبطال أسيا ليقود فريقه للتربع على عرش القارة الصفراء وأصبحت دولي والمغربي محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والعربية لعل أبرزها نادية حجد ونصر السعودية وقد تمت تجديد الاتصال بواكل أعماله ومسؤول العين للاتفاق حول قيمة العقد الذي يمكن تقدمه للتعاقد مع هدف دور أبطال أسيا ويعد ناد الشباب أيضا من الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع رحمي إضافة إلى فريق إشبيلي الإسبانية لكن اهتمامهما أقل بكثير من النصر والاتحاد وحقق رحمي رقما قياسيا وأصبح أكثر لاعب من العين تسجيل للأهدف في نصفة واحدة من دور أبطال أسيا بواقع 13 هدفا وإسامه في 15 هدفا متخطيا حصيلة السمواجيا في 2014 ولد راقراجي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني المغربي من دون مفاجآت لمباراة زامبيا والكونغو ضمن تصفية كأس العالم أعلن مدرب المنتخب الوطني وليد راقراجي أليهما الثلاثة عن قائمة المنتخب الوطني المغربي التي ستدخل في معسكر إعداديا استعداد للمباراتين ضد منتخب زامبيا والكونغو برازافيل لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 واجهت قائمة المنتخب الوطني المغربي على الشكل التالي في حراسة المرمى ياسين بونو من الهلال السعودي مونير المحمدي من الوحدة السعودية المهدي بن عبيد من الجيش الملكي في خط الدفاع أشرف حكيمي من باريسان جرمان الفرنسي محمد الشيبي من بيراميدز المصرية عبد الكبير عبقار من أرافيس الإسبانية أشرف داري من شارلور والبلجيكي نيف أكرد من ويستهام يونيتد الإنجليزية غنم سيس من الشباب السعودي شادي رياض من ريال بيتس الإسبانية يحيى عاطية الله من سوتي الروسية نوسير مزراوي من باير ميونيخ الألمانية في خط الوسطة سوفيان أمرابط من مونشستر يونيتد الإنجليزية أسامة العزوزي من بولونيا الإيطالي بيل الخنوس من جنك البلجيكية براهيم دياز من ريال مادريد الإسبانية إسماعيل السباري من بيئز فايندهوفد الهولندية أسامة تيرغلين من لهافر الفرنسية أميري تشاردسون من ستادريمس الفرنسية عزدين أناحي من مارسيليا الفرنسية في خط الهجوم حكيم زياش من قلاط الصرية التركي إلياس أخماش من فياريال الإسبانية أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليونانية يوسفان صهري من إشبيلي الإسبانية سوفيان راحيمي من العين الإماراتية أمين عدلي من باير لفيركوزن الألمانية إلياس بن صغير من الموناكو الفرنسية أندية سعودية تقتحم بقوة صفقات مغربية تهم المركات الصيفية تستهدف أولندية السعودية النجوم المغاربة في الانتقالات الصيفية المقبلة لتألق العناصر الوطنية في مختلف قارات العالم لارتفاع أسهمهم وللقيمات الكبيرة التي بإمكانه من يقدمها وأجمع التقارص في أجنبي على أن أندية سعودية كالهلال والاتحاد والنصر والشباب وغيرهم يرون في بعض اللاعبين المغاربة ما يطمحون له لتدعيم صفوفهم قبل المرور إلى الموسم الجديد وتبعت أن الأمر يتعلق بكوليمينيوس فانصيري سوفيان رحيمي حاكم زياش أيوب الكعبي عابضة صمد الزلزولي ونيفا كرد إلى جانب أسماء أخرى بيد أن انضمامها يبقى صعبا بنظر التموحها في الاستمرار بأوروبا ويرتقب أن يشهد المركات المقبل حركية مغربية قوية على مستوى الانتقالات في ذلك رغبة مجموعة من اللاعبين التغيير الأجواء وفق الإعلام الأجنبي الرجاء يمهد لمفاجأة صارت تهم سوفيان رحيمي يرتقب أن يحتفي نادي رجاء الرياضي بنجمه السابق سوفيان رحيمي على تألقه الكبير مع العين الإماراتية وتحقيقه لدور عبطال أسياء وأيضا لجائزتي أفضل لاعب وأفضل هدف وأكد موقع لوسيتان فوسبورا أن فعالية فارق الرجاء الرياضي تفكر في الاحتفال بالنجم المغربي ولعب الرجاء السابق سوفيان رحيمي فور عودته إلى المغرب من أجل الاندمام إلى معسكر المنتخب الوطني المغربي الخاص بمباراته الزامبيا والكونغو برازافي لحساب تصفية المؤهلة لكأس العالم 2026 بكندا والولايات المتحدة الأمريكية ومكسيكا وتبعدت المصدر من مسؤول الرجاء الرياضي ومكوناتها سعادة جدا بتعلق سوفيان رحمي ويرغبون في الاحتفاء بها والإعراب عن فخرهم الشديد بما بلغهم خاصة وأنه من أبناء نادي وفي الماضي القريب كان لعبا متألقا وطموحا بالفريق الأخضر وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها البطولة الوطنية وكأس العرش وكأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم وأشار دات المصدر إلى أن اللاعب سوفيان رحمي سيكون في المغرب بعد إفصاح الرجراج عن قائمة المنتخب المغربي على أن يحاول تخصيص وقت لزيارة أسرته وناديها السابق وبترحيم من أبرز نجوم المنتخب الوطني المغربي ومشاركته في المباراتين المقبلة أمام الزامبيا والكونغو تبقى مرتقبة بفضل أدائه وتواهجها